اشتركوا في القناة الحمد لله وكفا والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أهلنا في سورية العز وجاهدين ومذنيين رجال ونساء شيب وشباب إنكم تعيشون اليوم أبشع أنواع الظلم وعلموا أن ذلك من الابتلاء قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ والابتلاء سنة الله في خلقه قال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتل الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاءه وإن كان في دينه رقا ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعب حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة والابتلاء له حكم منها تطهير صفوف المؤمنين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ومنها تربية للمؤمن وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور ومنها أيضا رفعة للدرجات وتكفير للذنوب فما يبرح البلاء بالعب حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة أحبتي في الله إنكم والله على طريق الأنبياء في الابتلاء إن صبرتم على الملمات وقد خاطب الله حبيبه محمد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدهم ابتلاء قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة وما لي طعام إلا ما وراه ابطبلال حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب أوذي وضرب جرح في الطائف عذب أصحابه مات أبناؤه طعن في عرضه مؤامرات لاغتياله أخرج من دياره ومع ذلك كله كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا اصبر فإن الفرج قريب خباب بن الأرط حين جاء يشكي حاله للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه غنمه ولكنكم تستعجلون ما من بلاء إلا وبعده فرج وإن الحال لا تدوم أبدا واعلم أخي في الله إن انتظار الفرج من العبادة كما قال أهل العلم أفضل العبادة انتظار الفرج أذكر مصاب غيرك يهن عليك مصابك وكن عبد الله الذي إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر وإذا أذنب استغفر وإياك والظن أن أهل الابتلاء مغضوبون عند الله تعالى فقد قال الحبيب من يرد الله به خيرا يصب منه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لتكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها واعلم أن الصالحين كانوا يفرحون بالابتلاء دخل أحد الصحابة على رسول الله وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله قال إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الصالحون وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها ويبتلى بالقمل حتى يقتله ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الصانع الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن المانع الله إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله حماكم الله أيها الأحبة وسدد خطاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تهدموا بيتنا لا تغضروا ولا تخون لا تجهزوا على جريه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة